شمعنا يعني. لعلمك دي مهمة جدا. يعني مثلا اي حد بيع يبياخد ادوية وحاجات كيميائية وبتاع لا 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 الاعشاب الصينية دي اعشاب طبيعية جدا. يعني عارفة في الصين اي واحد مثلا بيكون عيان او حاسس باي وجع ولا حاجة بيروح للحكيم الصيني. الحكيم الصيني بيكتب له وصفة اعشاب صينية ياخدها ويخفوا يبقى مياه مياه عشان كيها الناس بتبقى ماشية في الشوارع صحتها تمام. ماشيين زي الساعة. يا سلام. اما ليه? اما ليه انت فاكرة يعني الناس الصينيين برغم ان هما بينين ان هما قصيرين لكن صحتهم كويسة وعجل وطول الوقت بيجروا وكتير ليه يعني? يا اما حرام عليك بطل تقر عليهم ده هما كلهم على بعد قد كده. اناس حالصبح مش هلقيهم اصلا. ما تخفيش على الصينيين يا ماما. اولا عندهم اعشاب ضد الارض. ما تخفيش عليهم خالص. اه. ده ببي بقى. ده ما انت جامد قوي كده يعني كده يعني بالاعشاب الصينية ما تجيب ليه ده وكده. تعالج مامي اللي تعبانة لاحسن دي متضهورة خالص. اه صحيح هي عاملة ايه دلوقتي? تعبانة جيب ديان مش عايزة وصف لك يعني بجد. اصلا انها قربت وقدها. الحمد لله كويس كويس. حمد لله يا عادل. اه بقول كويس يعني على اساس ان انا عندي فرصة اعالجها بالاعشاب الصينية بقى. لا معلش حبيبي خلينالك الاعشاب الصينية واستقافة اللي نزت عليك فجأة اكده خلي السبت الوحدة احنا جبنا لها الدكتور والده وان شاء الله تبقى كويس. دوا ايه ودكاترتي يا ماما. اش بحتاجة اي دكاترة? انا هكتب لها عشاب لان مرة واحد قربنا كان عنده القلب. وكان بياخد ادوية عشان يتعالج من القلب. اول ما خد الادوية مت على طول. يا اخي حرامة عليك يا اخي. العمار بيأتي ملنقش فيها. يا سلام يا سلام يا سلام. انتو عادين هنا عادة رومانتيكة. وصيبين برا الجسس اشلاق اشلاق. انت دخلت علينا قط انهم ازاي من غير ما تخبطي ولا تستأزين انت تستهبلها يا سنافي ايه? ايا بنتي مامي جرى لها حاجة? لا امامي انا اللي جرى لها حاجة. طب الحمد لله. ايه ايه? ايه? تصد يا رانيا. ما قصت كيش يا بنتي ولا انت ولا امك. اه بحسب. شوف مراتك. شوف مراتك اللي عايشة معاك في خيرك. عايزة تخلص من امك باي شكل. يا سناء اخلاصي. ماما حصل لها حاجة? حماتك عادة امك. مامتي انا النسمة الرئيئة عادة مامتك يا بنتي هي جات جنبها. ضمك تعدي قبيلة بحلها اصلا. يا بنتي امك حتى مناخرها في كل حاجة في البيت. فطبيعي طبعا انها تعدينة. المهم دلوقتي. مامتي فين? اه هي قاعدة في قضة مجيدة يا ماما. طب وضع طبيعي انها تتعدي يا ماما. يا بني دي شقتك ولا شقة الجران. ما انت عارف يا شقتك قد الحق. يعني حشحش انت موسحة علينا قوي. واحنا اللي عادين فوق بعضينا. ماشي خلاص المهم دلوقتي يعني ماما هنجي قجوة في القتعانق. يلا بينا. يلا بينا نشوف. يلا. 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 ايه يا اسمين ايه يا اسمين ايه اللي معادي كان. ايه يا ماما انا بتطمن على تيتها. مش اتطمنتي تعالي بقى. يلا. طلع على قوتك على قوتك على قوتك على قوتكنا احنا ها? عمد الحظر الصحي. انا ها قوت مع تيتها. بس يا بنت. عادل مش هتاخدني معاك النهاردة يا اخويا. نعم يا اختي. ايه ايه اخدك دي روح انتي روح انتي ما تقلقيش ما تقلقيش. مش انا اللي بياخد يا ماما. ربنا هو اللي بياخد ان شاء الله. وبعدين اخدك عندي في قوت اليمين اللي هياخد كله من ماما. خلاص متشكرة يا عادل متشكرة يا اخويا. انا حاقض انا جنب امي يا حبيبتي ارعاها واخد بالي منها. اه ايه يا رعية اخد بالك منها. انتي عامل ايه يا صحيح يا ماما النهاردة? والله اتعبان ايه يا عادل جديدتي كلها عيدة نار وجدي الله يرحمه على باليته للليل اه. اه ماما ما تقلقيش يا ماما ده شوية بردة يعني حاجة بسيطة وهتعدى على طول ان شاء الله. اه البركة في الاختلاط بالاجانب. ربنا اهدك يا نعم يا شيخ يا بقى ارحمي نفسك ما عالش قصدك مين بالكارب ده كله. ربنا اهدك انتي يا شيخ يا الحاول. اتو بكم نفس اتخانقوا يا جماعة حرم عليكم حتى لو انتو عينين كمال بتتخانقوا. انتي قصدك ما جالكيش رعاية غير لما اجتي هنا. اه اه اه. يا نجلاء يا نجلاء ما تلاقيش على مامتك يعني ان شاء الله مامتك ومامتي هيخفه بعون الله على ايده انا. سلام عليكم الرئيس. وعليكم السلامة وحمد الله وبركاته. اقوموا يا باشا طلباتك قوامت. الامر الله. انا اصلي سألت يعني على المحل بتاعك. قالوا لي انت الوحيد اللي بتشتغل في الاعشاب الطبيعية ان هو بشكل كبير يعني. بعوني الله لو لبن العصفور موجود. ربنا خليك. انا بس كنت عايز اسأل يعني عن الاعشاب الصينية. عندك انت عشاب صينية؟ ياه. الاعشاب الصينية. ايه مالها ماتت ولا ايه؟ لا بس اصلي دي ما نودن لما بتتطلب. محدش يعرف سر الاعشاب دي الى صينيين بس. ده كان زمان يا حاج. لكن خلاص يعني ان شاء الله بعد كده مش بس في مصر هيعرفوا الاعشاب الصينية في العالم كله بعد الخلاطات بتاعتي. هو حضر الدكتور؟ لا مش دكتور ولا حاجة بس الحكاية مش محتاجة يا دكتور يعني يا محتاجة شوية مفهومية وشوية سنس. منس. لا منس ايه؟ سنس يا حاج سنس. يعني شوية مشاعر واحاسيس. طلباتك يا باشا. اه والله انا معايا لست فيها شوية اعشاب صينية. يا ريت تكون عندك هيتفضل احاجة. ياه. ده حاجات صعبة قوي. ده فيها حاجات انا ما سمعش عنها قبل كده. الله 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 هتزعل منك لها حاجة ده بيقول ان انت اجمد واحد. طلباتك يا باشا. خلاص. يا ريت تجاهزها لي بقى على طول نص ساعة واستناك. ماشي بس بقولك ايه. انا في عندي خلطات جاهزة. احب انك تاخد فكرة عنها. يا ريت فرجنا عليها. دي بقى بتعالج اي مغص. اه بتعالج المغص. اه. ودي بقى بتعالج انفلونج للطيور. اه عليها شوية بتاع ده من عشرة. اه لا لا بصي حاجة الخلطات دي معتادة وعادية جدا. لا انت جهز لي بس طلباتي وانا الخلطات هعملها بنفسي. خلص نص ساعة وان شاء الله هتلاقي كل طلباتها الجاهزة. ماشا حاجة. دولا انت هتاجر في البانجو? انا انا هتاجر في البانجو انا انت هتساه بالياد ولا ايه? اه دولا عادة انا توقع منك اي حاجة دولا بصراحة يعني. قولي بس انت بتعمل ايه عايزة افهم يعني. ياد انا بعمل الخلطات اللي هعالج بيها امي وحماتي. اه هتعالجهم بالبانجو. ولا انت مش نقصة كلامة يا خالص. ابتكر على الله غهول من وجه. ايه دولا انت دايما كده يا عام زهقان وقرش ملحتي وروحك في المرة اخيرة كده دولا. ايه هف دي. ايه هف دي ايه. انا زهقان من نفسي يا عام. زهقان من نفسك ما تجيش. لا تعال نروح القهوة نشرب كوكتيل. انا بفعلا محتاج ان انا نروح القهوة بس مش نشرب كوكتيل بقى. اشرب شاي عشان يعدل دماغي بعد الخلطات العجيبة اللي انا عملتها هادي. ماشا دولا. بقول لك ايه نقفل باب البزارة عشان بوليس. بوليس عشان يعمل ايه? البانجو ده. اصيبونا. انا مش دورة. اقبوط لأ قدام عدام. ايه يا شاب. قدامي. 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 ايه ملك احياتة واقف مش مزبوط كده ليه? مش عارف يا باشا دايخ كده وحس ان هرجع. لا بص لو كده بص الناحياتي بص الناحياتي. ونفسك غم عليك كده يلا حياتة وكده? بس يلا يا رمز عيبي يلا. تا متجوز بقى لك كتير يعني? لا قريبة باشا. ممكن تبقى حامل خلي بالك. لا بحضر يلا. ملك بجد حياتة. مش عارف يا باشا الدور جايلي كده بس انا مش مهمة قصة عادلة. مهمة ام باشا تعبانة. تعبانة قوي. وتفكر نكده بابوي قبل ما يموت. يا خبرة بياد. طب يا دولة ما تديله خلطة من بتوعك دولة علشان تنسيها بوه قبل ما تبقى. لا يلا قبل ما بو يموت يعني احنا المهمة دلوقتي فهمه مش فابوه. بس ولا اهي مكاحتة. يعني انا اخدمك خدمة جامدة جدا. ايوة هو ده. بص يا معلم الخلطة دي هتاخدها على ميا يا سخنة بتغلي جامد جدا وبعدين تسقعها في التلاجة جامد جدا وبعدين تشرب منها انت امك وتعيد يا معلم. ربنا خليك لنقص زعادل. والله باشا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش. ربنا يا كلمك يا باشا ويبارك لك في عيالك يا رب يا باشا. خلاص خلاص يا. الله تنازم يعمل حاجة يعني برضو. طبعا يا دولة. انت ما تعمل لانا بقى حاجة يا دولة كده مفيش حاجة كده اقول ليا. ايه 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 حاجة ليك ايه انت عندك صداع? لا. عندك مغس ولا حاجة? لا. خلاص خدي. ايه ده دولة? ده سبداك. اه طب واخده ازاي ده دولة? ده بقى بالسكينة كده وبس تلقط لسانك الاول وبعدين بالسكينة وتقوم ايه? داهن كده وتصنفر وتقوم داهن تاني يعني. ربنا يخليك ليا يا دولة رب. ده يجيب لك كل الامراض. بعد كده بقى ديك بقى من الانواع التانية عالج لديها الامراض. ايه يا ماما? عاملة ايه يا ماما يا ست الحبايب يا حبيب عاملة ايه النهاردة? مش تيجي تقعد جنبي يا ابني في لحظاتي الاخيرة. لا الف سلامة ليك يا ماما ان شاء الله تقومي بالسلامة بازن الله وتنواري البيت وتزقطتي وتهياسي خد يا سناء. ايه? خدي ده بسرعة. ايه روح اعملهولنا في شوية مياه وقلبيه وهاتي بسرعة. ايه ده? ايه ده يا عادل ده? دي وصفة مهمة جدا دي اللي هتخفف ماما واتخفف حماية بازن الله هتلنكم بايتين بس بسرعة. يلا 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 يلا. لا لا جامعة يا عادل انا مش هادر اخذ الحاجات المؤسفات بتاعتك دي. انا فيي اللي مكففنيني خالص. من فضلك ارحمني خالص. اسكت يا مجيد. عادل مش هيعمل حاجة تخلينا نبقى وحشين. مش كده يا عادل? طبعا يا يا ماما. انا لو ما كنتش واصخ مية في المية من الخلطة اللي جايبها لكو دي ما كنتش تتهالكو يعني. ايوة يا ابي بس حتى الاعشاب لازم تتاخد تحت اشرف دكتور. ها دكتور هم الدكاتر يحطوا مناخرهم في كل حاجة كده يا ماما دي عايزة مفهومية وعايزة عقل والمفهومية والعقل عارفين فين طبعا يعني. انا مش عارفة لي انا مش متى من النالك خالص عادل. ولا انا يا ماما. عموما ان لما ماما تشرب بقى الخلطة بتاعتي دي وتخفه وتقوم تزقطك كده ساعتها هتندمي وتقولي يا ريتني خدت الخلطة. تفضلي يا ماما يا ست الكل يا ست الحباير. قاتي حبيبي. بالهنة والشفة. سمي يا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ده حلو قوي. ده احلم الكوكتير. شوفت بقى يا ماما? يعني انا هديك حاجة وحشة. الف سلامة لك وان شاء الله بشفة يا ماما. طب انا بقى عايزة الكوباية بتاعتش. لا مش هديك الكوباية مش انت قلت مش عايزة? انا ما ليش ادعو انا عايزة الكوباية افض perguntaها تشيء. يا عم اе عادل ادي الاكوباية خليتا تفحها. مش هنلبس من bitternessاها. اه خذ. 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 هموما هتعرفي قيمة الكوباية دى لما تخفي وتقومي تزقطاتي وتتنطاتي وتقولي الكلام الغريم اللي بتقوليه. زيح يا ماجيدي العيمار مستوى ماريكم؟ علكم السلام ورحمة الله بركاته اه لعلكم الدكتور بتاعنا ه اخبرك احيطة زكاة وزي امة الحمد لله احيطة بقت زي الفل والله اصدر عادل وللو انهار عمالة تدعي لك؟ ياه معقولة بالسرع دي؟ يا دولي يا كبير يا كبير يا جماعي مش عايزكم تحرجوني يعني ده كل ده بفضل ربنا احنا مجرد اسباب يعني ما عملناش حاجة يعني الحمد لله. وبعدين يعني بإذن الله بعون الله مع الاعشاب الطبيعية اللي انا بعملها بعد كده مش هتلاقي اي مريض موجود في البلد. يعني ولا بقى مستشفىات ولا ادواء ولا كلام فرغ مان ده معلم. الله عليك يا دولة. ايه دك يا بوسة اسف عادي. الا 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 استغفال الله العظيم دي الشماء الخط دي. يا ابني احنا مجرد اسباب زي ما بقولك يعني. اسباب اي باشا. ده الحمد لله ارمك وتخلاص في قط الامن انها راح ومش راجعة تاني. يا جماعة الحاضر يعني للغاية. الاستاذ عادل هو الل ها طفا لربنا شافاني على اى اديها انا امي. واخلونا في داك يا اساس عادل. استاذ عادل يا ابها يعاني القطير عزمة دي كلها. استاذ عادل يا ابها يا جماعة انا مبيحبش اليتاف دعوني اعمل في صمتي يعانى مش هاي زيتاف خالص. استاذ عادل يا ابها ايه العظماتي كلها أستاذ عادل يا أبهات ايه العظماتي كلها بيبي انت عبكاري عبكاري جينيس طول عمري بقول عليك ان انت عندك مواهب لو طفت فوق السطح هتسوي الهوايت طفت ايه بس يا رانيا ايه المواهب دي يعني طيارة ربنا يخليك لي يا حبيبي عارف العيه ده كان غم ونزاح والحمد لله حمد لله العاف يا ماما دي حاجات بسيطة ربنا يخليك لي يا جوز بنتي بس ياريت بقت كمل جميلك علي وتشوفلي دول الضخ وانا كمان تشوفلي دول السكر لا بقى اه 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 ماشي 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 اشوفلكم ان شاء الله كل اللي انتوا عايزين وواحد ضخط واحد سكر واحد ايه ايه ده يا جماعة يا جماعة انتوا كان عندكوا دور بارد وراح لوحده خفلواحده يعني انتوا خفيتوا بدون اي تدخلات يا نهر اسوح على حزب أعداء النجاح ده أنا مش عارف أنا يعني بس ما تقلقيش ما تقلقيش أنا في باب مخصوص كاتبه في الكتاب بتاعي عن حزب أعداء النجاح والعلاج بتاعهم إن شاء الله يا ده؟ جيت يا بيبي؟ أنت ناوي تعمل موسوعة علمية صحية؟ طبعاً لأن الموهبة لربنا الديهاني الحمد لله يعني مش لازم أخص بيها أهل بيتي بس لكن لازم أفيد بيها المجتمع والناس طب يا ريتي يا بيت اعمل لي خالطة كده للذاكرة عشان الحاجات اللي بذاكرة همطرش تعرف أنت لو عملت كده هتكسب ذهب ده كفاء عليك السنوية العامة آه على رأيي كفاءة السنوية ده لو كل طالب في السنوية الداني جنيه بس هبقى مليونير خلاص هعمل ديه في خطة أعمال اللي جاية إن شاء الله أوه مكمن أنا يا بابا أعمل لي حاجة كده خالطة يعني عشان لما أجري ولعب واتنطط كده مطعبش ماشي عملك الخالطة يا ياسمين اعمل حاجة بقى يا عادل عشان الهلاوس والتهيوات والجنان آه ده انت وصلت خلاص دخلت مرحلت الجملاك لا ده مش عشاني ده عشانك يا روح قلبي عشان أنا ينهرس وعلى حزب قعداء النجاح ده مش عارفين يقولوا إيه ولا إيه ولا إيه هعمل للهلاوس والتهيوات بس على الله يجيب نتيجة معاكي السو شو دولة جانجيان اتفضل يا بروف اتفضل يا بروف اتفضل واحدة واحدة يرجعوا كده هون صف كله مش عايزين هرجعها تعالى انت يا حاجة كده عشان نلحقك نبي يا ابني نشوف الحاجة للكبد حسان تعيبني أوي الكبد تعبك أوي الكبد الكبد لا ده الطحان ده اللي هو هذي الكبد اهو أخد حاجة دي خلطة مخصوص عشان الكبد معمولة من كبد الحوت مع كبد الغزال مع كبد اسكندراني ودق بقى وايه يا معلم خد دي هتاخدها ستين مرة في اليوم لمدة اسبوع وتجيلي بعد شهر ان شاء الله تفتكر بقى انه حقاش العمر ده كله الخلطة اللي معاك دي تقعدك بتاع خمسين سنة على الأقل ان شاء الله طب انا خليك يا ابني ويطرح فيك البركة ويكتر من أمثالك مع السلام اين بقى عنده؟ ايه بتقول ايه؟ اللي بعده محسوبك حمادة ابو قصة ابو قصة؟ بص سيب شعرك يا عبر عنك مش محتاج تعرف نفسك واضح القصة طبعا تحت أمرك المشكلة ان شعري ما بقاش زي الأول اكيد طول ما بص البني قدمين اللي زينا يعني لما بيكبروا شعرهم بيطول وبعدين سنانهم بتقع وبيهبال وبعدك انت بتتكلم ليه؟ مشانا متفق معاك مفيش كلام خالص؟ اسف مشكلة يا عبوب ان شعري بقى مليان قشر و البنات اللي كانت بتجري وراي علشان شعري بقى قم بيجروا مني و برضو علشان شعري ايه 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 ايه? اسف اكيد بقى المشكلة يا معلم في الشعر ولا 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 انت بتتكلم انت هتعمل فيها سيني? خليك في القرتقس اللي انت لابسه ده مش عايز كلام خالص اسف الفضل يا سيدي، الشعر، 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 أوه، انت شعرك لونه خد دي كويسة قوية عشان الشعر اتكرى على الله استعملها ازاي بقى يا بروف؟ دي يا سيدي هتغليها في ميا مغلية جامد جدا لمدة تلت ساعات والميا مغلية وعمالها بتفاق فهتاخد منها تقعد تدعك في الشعرك جامد جدا وبعدين تقف في الشمس لمدة اتناشر ساعة ايوا ولو احترت، الدنيا احترت وكدون ادعك راسك جامد قوي ووقف بالليل في الشمس كده وعشان بتبقى الدنيا الترامع. الشمس ايه اللي بالليل يهبل? يهبل شمس ايه اللي بيقى? انت اي كلام جاي فيه خلاص? انا مش نتيجة خليك في حالك? اسف. مش يا رب البطارية تفضى ونخلص منك. مش عايز ولا كلمة. انتكر يا بوف الخلطة دي هتجيب نتيجة مع القشرة. نتيجة. ان شاء الله هتدعي لي لما تلاقي القشرة مشيت وما فيش اي قشرة. العلمك الخلطة دي مصنوعة من ايه? من كل الحاجات اللي هي علاقة بالقشرة. يعني دي مسلا معمولة من قشرة السمك مع قشرة اللب مع قشرة البطيط. شكرا. ايه اللي عظيم. ولا ولا ولا. ما تبوزنيش المشروع. ايه سي. اشتركوا في القناة. السلام عليكم السلام عليكم أساس عادل إيه اللي جابكو دلوقتي؟ إيه فيه يا حت؟ الناس بيطسة رأيتهم الصبح ونوين عالشر؟ ناس مين دول؟ الناس اللي إنت ديتهم الخلطات الناس اللي ديتهم الخلطات؟ المرضى بتوعي؟ لا يا أبني أكيد حد وشابية مثلاً لعب في دماغهم دي أكيد وشاية يا معلم الدول يعني إيه وشاية دي يا دول؟ وشاية يا لأ يعني وشاية إيه؟ الناس متبهدلة وفيه ثلاثة منهم في حالة خطرة وربنا أستر عليهم اسمع كلام حتة اخلعوا من هنا قبل ما حد يشوفكم وتطقلت دندرة دندرة مين يا عم حتة؟ انت مش عارف انت بتكلم مين يا عم؟ ده دولة أبو الطب يعني لسه مجبس رجل النيفرتيتي قبل ما ييجي ده أنا نفسه أبقى في ربع شهرته عايز أبقى في ربع شهرته؟ عايز أبقى في ربع شهرته؟ يا معالمين فيه ايه؟ فيه ايه؟ فيها رجالة ايه ده؟ انا تعمل فيها كده؟ انت مين حضرتك؟ انا حمادة قصة حمادة قصة؟ وفين القصة حضرتك؟ بقيت حمادة قرعة اكيد حضرتك استعملت الخلطة غلط خلطة ايه؟ بقى لأ شعري يوقع الخلطة خلطتة لنسمعت تتكلمك بالأوج الخلطة خلطتة؟ ايه بس اللي حصل؟ حكيلي ايه اللي حصل ونتفاهم يعني بدل الهجوم اللي انتم عاملينه ده ايه اللي حصل؟ حصلت حاجة اللي خدت الخلطة منك وراواحة البت عملت زي ما قلتلي وحطت الخلطة هنا يا دوب لسه ما اعمل كده بشعري؟ كده؟ لقيت شعري كله طلع في ايدي كده؟ طيما يبقى انت اللي وقعت شعرك يبقى انا غلطان في ايه؟ لا يا دول انت مش غلطان هو اللي غلطان لا ايه هتستحبله ولا ايه؟ الخلطة بتاعتك مضروبة ايوه يا دول امضروبة وانا اللي ضريبها في الخلطة يا دول اوه انت بتكلم ليه؟ بتكلم ليه؟ نيه؟ 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 ايه؟ وانا ابتديني الدور يخليه نام على طول وتقول لي ايه هتعيش اكتر من خمسين سنة انت كنت نوت جميتني ولا ايه؟ يا عم اكتر من خمسين سنة ايه؟ انت اصلا ميت من سنتين ومخبة على اهل اخرص يلا بنا يا رجالة ناخدوا حينا منهم يلا يا رجالة يا رجالة بالراحة يا سنة بالراحة سي بيه يا سنة ينزف سي بيه ينزف ونخلص منه تخلص مني؟ بقى كده يا دول اتبانة لما موت بقى مين بقى يشيل بلويك يا دول يا اخي يا اخي اثبت اثبت عشان اعرف ألم مملك جراحك طيب بالراحة اوي يا سنة والنبس لانا مش عارف الجرح ده بيوجعن اوي 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 ده انا حاسس ان انت شلفت ومش هنفع في الجواز بعد كده جاوز ايه وانت كنت نفع قبل كده عشان تنفع بعد كده طيب بالراحة يا نقنق بالراحة كفاية الجرح اللي في قلبي ولا ولا ما تحترل نفسك يا لا ايه بقى تحاكس اختي وانا قاعد يهبل يهبل انت الجرح قلبك سيبه في حاله حرام عليك ده غلبان ولا اقولك بالمرة اخترق له حاجة هو جمان تخففه يلا يلا اه 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 اصدك يا سنة اصدك ايه اصدك يعني ان انا اه اه ان انا الخلطات اللي كنت بعملها يعني كانت بايزة لا 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 اسف جدا اسف جدا ده غلطة بس دايما العلماء في الاول بيقعوا تحت اخطاء وبعد كده بيتميزوا اخطاء ده ده والسكر اللي انت كتبتقولي وجبتقولي علالي السكر على الاخر اه ولا ده والضغط اللي انت الدتهوني يا خبارات بيا ده على عمله في دماغي زي ما يقول محمد عليك ليه عمال يضرب فيه يا ربي بيبي حبيبي بحياتك بلاش الشغلانة دي يا بيبي اصدها خطر اموت اه لا مش بلاش ولا حاجة هي بس في الاول الواحد لازم بيعمل شوية غلطات بعد كده بيتعود يا جماعة ده عادي جدا يعني بيحصل لاي عالم من العلمة يعني اه اه ياسمين اه عالي التلفزيون كده عالي التلفزيون حاج اهم الانباء من اخبارنا المحلية تم القبض اخيرا على مؤلف كتاب اسرار الاعشاب الصينية الذي انتشر مؤخرا بالاسواق وتبين ان مؤلفه يعملوا حلاقا وليس معهم واهل سؤال ابتدائية ومجرم بسكة ان مؤلفه قد يسجل مدة لا تقل عن ثلاثة اعوام يا بيبي شوفت مش انا قلتلك من نهايتها وحشة خالص يا جماعة هتلاقوه مش ابضوا علي عشان مثلا الخلطات فيها حاجة غلط اكيد فيه خلطة مطبعية تعمل يا درامسي؟ مش عارف يا دولة حمارة حتموس التالت ده كل منظف تحتيه يعملها تاني هتصيبك من حمارة حتموس ده واجري على تمثال بتاع رامسيز التاني زمانه زروط الدنيا تحتيه يلا عناية دولة الو؟ يا حمادي ايه ايه الاخبار؟ ايه؟ رانيا بتهرش؟ يعني انا مش فاهم انا اعمل ايه يا حمادي ما تخليت تستحمى ولا ما هي مقطوع يعني؟ بتهرش في راسها وفي ظهرها جامل مش طيلة ظهرها؟ يا حمادي انا اعمل ايه يعني؟ دولة خليها تهرش بعصاية المآخر بس يلا بس يلا بس يلا بص يا حمادي خليها تهرش بعصاية المآخر ولا اجري روح نظف التمثال بتاع رامسيز اجري حمادي عندك المسطرة بتاعت ياسمين التلاتين سنتي خليها تستعملها اه اه اللي بتتني اختها خلاص بتهرش لها؟ طب انت عايزة مني ايه دلوقتي حمادي يعني اجهرش معاك ولا ايه؟ ايه؟ عايزة دكتور؟ اوه يا ماري يا ماما يا ماما يا ماما تعملش في نفسك كده امي استحمي استحمي ايه؟ اسمي الموضوع اكبر من حموم بكتل يا حبيبتي يا امي يا مامي ارجوكي انا فيه نار في جسمي هموت معلش حبيبتي بقى استحميلي شوية عادل كلم الدكتور والدكتور الزمانه جاي يا بنت انت او مرة يحصل لك الكلام ده من اعمالكم سلت عليكم يا شيخ الحرام عليكي بقى حتى وهي في الحالة دي بتش موتى فيها بس يا بيتة يا مفعوصة انت يا مقروضة ريح اخدينك حمام ولا استحمي ولا انضافي بعد اما تترمي هنا جنب اختك دكتور روصل يا جماعة اتفضل يا دكتور خير يا جماعة اتطمنوا ما تلقوش مفيش اي حاجة ايه ده واريني كده مش ممكن ايه ده واريني ايدي ايه ده انت ازاي سكتة على نفس الكل ده لا ما حضريةكم السكتة دي عمالة تهرش من الصفر طب وانتو ازاي مستحملين وقدرين تعودوا معها بالطريقة دي وحضرتك احنا اللي بنهرش ولا هي اللي بتهرش هي اللي بتهرش فاي مستحملة بقى نفسها وخلاص ما تقول لنا يا دكتور في ايه بس طب ماني من فضلك ما تلقوش هي عندها شوية اسكابس اسكابس بيتش عندها اسكابس يا مامتي وارحب ده اللي اتخلني ازاي احمل حالة الهرش الفزيع واقومها معلش يا دكتور حضرتك انا جاهل بس شوية يعني ايه اسكابس ده اسكابس يعني جرب ايه 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 وكيدة مني على حقيقتك البضاعة زائفة بس بس يا صديق عيب ما تستغليش الفرص وتقولي كلام فرغ زي كده عيب مايساحش مايساحش اه حضرتك جرب جرب يعني؟ ايوه جرب جرب طفايلي ومعضي كمان ازظاهر انها اختلطت بحيوان كان عنده جرب وهو اللي نقلها المرض اه اكيد القطة اللي عالسلم اللي قلتلك ما تقرب الهاش دي برضو بتقربينها وتأكليها برضو بالضبط كده يا استاذ عادل هو ده نوع من انواع الجرب اسمه الجرب القطة انا قلتلك من اول انا قلتلك العيلة جي كلها جربانة انت صممت تنسبه انت بسات ما تتكلميش راكرة لما جالك تانية وانت صغيرة فاكرة لا ده انا كنت بقى حميها بالليفة كل يوم ده وراسة عن ابوك الله يكحمه اه اه بعدين بعدين اتكلم في الموضوع ده يا مارس ايه يا دكتور حضرتك هتكتب ايه بالظبط دي شوية مراهم كده وكريمات هتستعملهم لمدة اسبوع اه والنبي يا دكتور بس والنبي المراهم خليه راحتها تبقى حلوة شوية اه يا ريت يا دكتور يبقى المرهم برقتي الفل لو سمعها وحوزات اللي انا فيها دي ما ينفعش خالص السخر يا واستفزات المواقف خلاص انا اسف يا راني انا اسف كتبت يا دكتور بس اهم حاجة زي ما قلتلك لازم تكون معزولة عن كل افراد الاسرة لان المرض ده معدي وخطير جدا يا حبابتي يا مام انا اخليك الجانب يا عادي بعيدي كليات اسميك مسمعت الدكتور بيقول ايه؟ مرتفايلي يعني بيجي للاطفال وخصوصا للي في سنك بعيدي عنها خالص بوسيها بعيدي عنها متقرب الاياش خالص اه منشكرين جدا يا دكتور الوداعة 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 يوني اقول لها مع السلام ماذا ثم انا ينا ينا انا ينا ينا موسا ايه الطلب الخريب عمرك ما طلبت من الطلب زي كده اه موبايلات بقى يا رانية هه اه يا بابا اه تتعارف يا لها رمزي طبعا عارف يعني انا بحبك قدي ايه يا دولة بقى بتحبين ايه عمدين قاعد بقى لي ساعة قدامك كده وان حتى ما طلبت ليش كبات ما ساعة يا سلام اوي اوي رمزي اد انت بتعمي يا لها يعني اي حاجة انت عايزها انا شرب شاي ونسيتك يعني بس ولا اهمك حتة اي واجاي امورنا يا سيزاعد اه لو صبحت يا حتة رمزي طبعا انت عارفه يعني يا حبيب يا باشا طبعا اه عايزين اللي بقى يا سيزا هنزبطوا النهاردة كباية ماية ساعة مش اكبارة ايه ماشا وانا كباية شاي تاني يا غبدي تقمورنا باشا يا دي اللي انت عايزه يا لها تحب اطلب لك كباية ماية كمان لا لا يا دولة اسلانة يا عم عامل لايت علشان انا حاسس ان وزني زاد كده هو يا بقى اسمها رايت يا لها رايت لا يا رايت امم يا عم والكلام الحلو دا يا عم دا انا ابتدى الفار يلعب في ودني الفار بيلعب على اساس انك ساحر يعني فار ايه يا دي اللي بيلعب في ودنك هتبتديها كده شكرينا حتة وش يا باشا طيب شكرينا تعرف يا رامزي الفارق بينك وبين ياسمين بنتي ايه؟ المخ طبعا المخ ليه؟ ياسمين عندها مخ انت اللي تعرف عن المخ انه هو بيتاكل بس يعني اه يا دولا المخ ياه جوّعتني يا دولا جوّعتني ولا حتة كبات مية بقى تانية عشان هموت من الجوح انت هاد مش لسه بتقول عام الريت؟ لا يا دولا دا كان من زمان يا عم زماني ايه يا ابني دا جملتين فيها ترجع للحوار ايه يا دولا بقى انت تقعد تعد علي كلام يا دولا قولي بقى انت دلوقت عايز ايه مني علشان انا سايب ردعة اله الطفولة على النار بصف يا يا رامزي بصراحة يعني انا عايزك رانيا جالها اسكابيس لا يا راجل ألف يا بروك يا دولا ألف ألف دا عز شربات يا عم دي عقبالي يا رب انت فرحان يا لأ لا ان شاء الله هيجيلك هيجيلك اسكابيس بإذن الله اسكابيس اسمه الراجل الدكتور بيقول اسمه اسكابيس بس ده هايل قوي يا لأ بص انا اللي عايزه منك انك انت تخدم رانيا يعني التسعية هتشوف طلباتها تشتري لها حاجات كده وبعدين هي لو اتبسطت منك هتديك شوية من اسكابيس اللي عندهم وبعدين لو اتبسطت قوي ممكن تديك اسكابيس كله يا لأ لا وانا انا حزينه الله يا دولا تاب دولا انت ليه بقى يا معلم ما تخدمهاش انت صراحة يعني يا رمزي انا مش هقدر اخدمها لان انا خايف ما بحبش اسكابيس ده يعني عارف مليش تقل عليه ليه يا دولا وايه لده ايه ده يعني اسكابيس ده يعني حاجة يعني عارف عاملة زي الجرب يعني ان شاء الله يجيلك بيز ده اه اللي هو اصدك الهرش اللي هو بتقدراني تهرش فيه ده ايوا هو ده وبعدين انا مش مشكلة انا ممكن اخدمها بس انا الخوف بقى لو جال الجرب ده يعني اسكابيس ده ممكنان العدوى بقى للتماثيل اللي عندي هناك في البزار فتلاقي التماثيل كلها عندها اسكابيس هتقطع في بعض لا يا عم ايه ده دي تبقى مصيبة يا عم اكده هون بقى اذا عرف السبب كاتر العدد يا انت شغاليات في سوق الليمونيات كاتر العدد ايه المهم عرفتها تعمل ايه بس يا رمزي هعرف يا دولا خلاص انا هراعي امرات اكرانيا بس دلوقت يا دولا افرد بقى يا عم انا جال الجرب ده هو لا ما تقلقش الجرب عمره ما يجيلك ليه دولا؟ الجرب العادي بيجي للبناء ادم مرتين بس في حياته كلها انت جالك اربع مرات قبل كده فاستحالك لا على فكرة بقى جالي ست مرات بقى دولا لا يا راجل اه ده اخيره منبارح بالليه عم اتدرب منبارح بالليه؟ طيب هتكرى على الله ليه دولا؟ اخيرا شرفت انت تأخرت حرام عليك قوي انت لسه فاكر انها متجوع استنى 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 استن انت عمرك شفت عقدت تمسك العنب بتحطه كده كده بقه اه لا ببقيك منزينه بس 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 выс مش عارف مش عارف ايه اكل زي لو تتحرام عليكي عادل غير اكل اكل خلص خلص انا هكلك انا بطريقة تانية بص يا اكلك ايه ده استنى استنى ما تقلقاش ما تقلقاش هكلك بطريقة الحطف واخداملك دي طريقة هيلة ومضمونة بس اهم حاجة ما تلمسيش ايه يا بقيديك يلا المش مش هادى هتدخل في بقه مين يلا المش مش هيا المش مش هيا افتحي بقيت افتحي بقيت يلا هو اوبا ايه ده؟ طب ما تحتاف لي بقى سوداني ولا موز بالمرة؟ اجيب لي كل اللي انت عايزة الموز موجود والسوداني نبعت نجيبه وسه اهم حاجة ما تقربيش منهها خالص يا راني عادل انا طيب انا مش هادر لتتعمل يا جماعة انا مش جربانه انا ما عليكون الزيت من الحبزة لانا فيها دي عادل لا يا راني حادل بصوا بقى يا جماعة انا جمعتكم النهاردة عشان نتكلم في النظام المروري اللي هيتمع ان شاء الله في الفترة اللي جاية جوا الشقة هنا نظام مروري ايه يا ابني؟ انت فاكر نفسك في ميدان التحرير اكتر يا ماما من ميدان التحرير اللي انا بعمله ده يا جماعة حرصا علينا ان احنا ما ناخدش العدوى من اسمها ايه رانيا مراتي يعني فعشان كده انا حريس عليكو يا جماعة حريس عليكو الله يخليك يا ابني تسلمني بصي بقى يا ماما النظام المروري اللي احنا هنتبعه ان شاء الله الخطوط الحمرة دي هتبقى خاصة برانيا عشان تقدر تتمشى جوا الشقة براحتها توصل الحمام توصل المطبخ براحتها بالنسبة للخطوط الخضرة دي فهتبقى لينا كلنا ان شاء الله طب والخط الاصفر ده مين اللي هيمشي عليه؟ الخط الاصفر ده بقى نجلاء هيبقى للطوارئ والضيوف في اذن الله انا بقى مش مقتنع بالهابة اللي انت بتقوله ده وحمشي في الشقة براحت وحبرطع تبرطعي؟ انت بالذات بقى يا سناء هيتعملك حظر تجول بعد الساعة ستة بالليل ليه بقى ان شاء الله؟ للحفاظ على البيئة ايه؟ ماما عادل لو مسكتش يا ماما انا اللي هعمله مسارات مرورية بس فوشه المراتي بس يا عادل معقولة تقولها عناختك بيئة؟ ماما انا مفتريش على حفظ يا ماما انا عملت دراسة كاملة لكل الناس اللي ساكنين هنا وفي الشقة اكتشفت ان سناء محملة باتنين طن من المواد المشعة اللي تعتبر عبارة عن ياد اتنين كان بقالف اربعة زايد مجنانيسي السيديوم زايد خصفات وحاجات عشان كده انا شايف ان هي سناء مواهية محملة بهذا الكم من الحاجات الملوسة للبيئة لو اصطدمت برانيا ممكن شوفي بقى انت يا ماما ممكن يحصلين في الشقة؟ اه والله عندك حق ده الشقة ممكن تولع عشان كده انا بحاول احافظ عليكو يا ماما مرسي يا بيبي رب انا يخليك ليه يا ربي عملتلي طريقة مخصوص ليه اروح واجي في مطرح ما انا عايزة في البيت يا حياتي اه انت عمل لك طريقة هايوي واحنا نتخنق بقى في الزحمة والاشارات براحتها حبيبتي بيعملي حسابك وينزلي بدري شوية على فترة دولة ممكن يبقى فيه حل تاني خالص الموضوع ده هو بس احنا نعمل الطريق ده رايح جاي علشان بس ايه حالة الافتناق بس عشان يقوموا رايحين بقى يقوموا مفقاشين في بعض بس 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 الله يا عادل الله يا حبيبي الله بصراحة يعني القطزمة المرورية دي سلم من سمات الدول المتحذقة بس بقى يا عادل تي بيك بروبلم انا مقدارش امشي من القودة بتاعتي لحد المطبخ من فضلك من فضلك لا يا حماتي من غير تاكسي ولا حاجة انا هعملك طريق خاص يطلع من قطك على المطبخ دايريكت يا سلام تعمل له يا طريق طواري وتخلى امك تلف من طريق البلكونة الدائري ماما اعملك ايه بس يا ماما حاولي مسلا تبعدي عن الموعيد بتاعت الشغل والمدارس بتاعت الاعالي هتمشي بسهولة قوي طيب بابا انا زي بقى يا بابا هالعب في الشقة برحت ياسمين يا حبيبتي تقدري تلعب في الشقة برحت خالص على الخطوط الخضرة بس ما تروحيش لينين ولا شمال اما هتخدي مخالفة يا ياسمين تاخد ايه تاخد مخالفة ياسمين بقولك ايه برطاعي وجري وروحي ودوسي على كل الخطوط يا ياسمين وانا معاك يا حبيبتي سناء هدي الصورة عشوية وبلاش رعونا حفاظا على الارواح اللي موجودة في الشقة بعد اذني انا عارف انت عامل فيلم العربي ده كله ليه عشان مراتك توصل بسرعة واحنا نتخني في الاشارات وفي الزحمة ونتعطل اه دلوقتي يا جماعة انا عايزكم كلكم تلتزموا بقواعد المرور عشان ما يحصلش اي مشاكل اه رامزي لفيلم ماشا دولك هنا كده تميلنا بقيت اليوفط وكله هيلتزم وانت تفضل ان هو واقف لمدة اسبوع اتفقنا اتفقنا يا دولة نزل ايدك وبعدين يا رامزي وبعدين هنعمل ايه بقى لنا اسبوع الغاية دلوقتي ورانيا مفيش اي تحسن معلش يا دولة حبيبي واحدة واحدة كل حاجة بتيجي واحدة واحدة في التقلن السلامة وفي العجلة الحمامة في العجلة الحمامة والله انا مش عارف اعمل ايه من غير معقولاتك المقصورة دي ده هي اللي مصبراني يا ابني العجلة الحمامة ههههههههههههههههههه شكرا انا دولة شفت بقى عرفت ان انا مفيد ازاي كده؟ يلا بقى اطلوبي بقى شاي بحليت هو شاي سادة بس حتة يا حتة ايوه جاي اي 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 اصوز عادل أمورنا باشه هاتلينا يا سيدي اتنان شاي سادة حاضرة باشه اصوز عادل انا عايز اقول لسعادتك على حاجة بقى من الاخر يعني ساعتك كده بقلك اسبوع شكلك يعني في حاجة ضغطة على روحك المعدنية مشكلة مصيبة هتعملي فيها دكتور نفساني مشكلة ايه ومصيبة ايه مفيش اي حاجة خالص يا حتة في ايه سوز عادل من الاخر بقى انا عارف كل حاجة لباص صيحتي دي دي عمز التد ماشي ماشي انا فكرة دولة والله العظيم انا ما قلتش غير للوقت حتة بس انت قلت الحتة اعنا قلت لكل الحتة ايه باشا في ايه باشا وانا ممكن اتكلم على حد ولا اقول حاجة عن حد خالص الحكاية دي بقى حصلت قبل كده الواحد صاحبي اسمه زينا ومززيناتي واخبال ساعتك ساكن في خمستاشر حرط المعاطف في الدور الارض لا انت فعلا ما بتقولش اي حاجة على اي حد برافو علي يعني اهما حاجة السر يبقى في بير طبعا بس البير واضح بايز ولا ايه ما طولش عليك بقى باشا اقول طول اخلص اخلص يا حتة ايوا حتة اخلص بقى اخلص وروحت لنا بقى الشاي بالحليب بتاعنا انا قلت شاي سادة اساس عادل من الاخر الحل الوحيد في الموضوع بتاعها ساعتك ده العلاج بالاعشاب الاعشاب اه لا 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 اعشاب بقى ودهن الرجل الكاتكوت والكلام ده كل ده كل ده تخريف يا باشا صدقني الولد اللي انا بقول لك عليه ده الوضع عشبة ده ده محترط ود خبير خبير يعني اه ماشي ممكن نشوفه يعني مش هنخسر حاجة بس انا مش مؤمن بالحاجات دي بس يعني نجرب يعني يا باشا ساعتك بس اديني الموبايل كده وانا اكلمه لك وشوف ايه اللي هيحصل اه رامزي اديني الموبايل بتاعك عشان مريتي ما تطلعش عنده يعني انا مش مؤمن نص بالحاجات دي حاضر يا دولة بس حاولي بقى الرصيب ايه خلص رصيب ايه سوا انا باشا هتشوف الوضع هامل ايه ده الوحيد اسلملي عليه حاضر انت تعرفوا لا اي ضبط خلاص مش عارف هيبردش ليه بواد ده ايه مفيش سيجمال الو الو ايه ولا عشبة انا حتة هلا يا الو يا تحتة اه 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 في مصلحة كده اه في واحد عندنا محترم اوي اوي عندنا في القهو انا ربنا خليك احسن اه بص من احسن الزباين اللي عندنا في القهو اه اسمه الاستاذ عادل الشاعر عادل الشاعر اه 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 مرادوا بقى جلع جرب واخleme احنا عاوثين العالجة يا ابني امراته جلع اجارب اه محدة حتها افتق ORAM هي مش مراته اوي يعني اه اه طب هكلمك انا عشبة عكلمكا اخر بقصوم استمعنبس ايه ايه رأيكة مش عارف يعني احنا نجرب عشبة ده بقى وخلاص يعني يا باشا ده متخاصص صدقني واله tenía حاجات دة مثلا قلتل ساعدك قسره لمحدش هو عارفه هقول لك على حاجة عارف الولا كتة الودة كان جاله قراء انجليزة في دماغه وخبالك وعشبة تدخل في الموضوع ده الودة تفرج هادي الوقت بسم الله ما شاء الله شعره ده ده فاير ده فاير الله عقبار راني يا مراتك يا ربي ما تخف من الجرب اللي هي عندها دي يا دي امين امين يا رب العالمين انا مقصود من كنتم الاثنين صراحة يعني بتحفزوا على الاسرار جامد ما شاء الله يعني ما شاء الله يا باشا ما حتش عفانها على حاجة خالص اه اه طيب اتكرع الله بقى وابقى اطلب لنا عشبة ده واتديلهم عاد ويجي للبيت ان شاء الله اهو شكله هو دولة حبيبي عايزي اه دولة هو شاءت الاستاذ عادل اللي مراته عندها لمواحظة جرب تم موظفت الطير رمزي معاك اهو لا ما انا لفيت على كل الشواء اللي جنبنا وسألتهم كلهم نفس السؤال بيتك فضحتني لففت عشقكم لا يا غبي اه دولة بقى ما انا قلت اصيبه يغلط علشان لما ييجي بعد كده يتعلم تعلم ايه وتهبب ايه اتفضل يا سيدي اتفضل عشوب عشبة ايه اللي عشاب اه واضح من كمية العشب اللي على الهيدوم يعني انك عشبة طبعا هههه على فكرة يا دولة انا الراجل ده سألت عليه كويس او ولقيته بقى فعلا بيعانج كل الامراض المستعصمة وصدرتك هي مش مستعصمة مستعصمة يعني هي شوية جرب بسيط نتيجة انها لعبت مع القطة اللي على السلم والقطة دي اصلا جربانة يعني اه كويس ان انتوا قرتولي ان السبب قطة يبقى العلاج ايه؟ دهن الأطقوط مع عصارة النبات اللحت مع جزء من غصون التيتالون ومنعمل ايه بقى؟ نحصر المرض في جتتها ومشفوته على طول تشفوت ايه من جتتها وانت بتطلع عفيت يا عم شوف مين يالا حاضر يا دول هي المسألة ابسط من كده مين يالا رمز؟ ايه انا ميدو دلكها اخصاء التدليق والمساجر ومساعده اشبع ايها يا كابتن ايه اللي اخرك ده كله؟ يا عم اخر ايه مش اشكال تأخير وايه اللي انت جاي بيه ده ايه يا عم انت داخل ملعب؟ من فضلك فين الشغل؟ صوبة بتاكلني الجولدن فنجر الجولدن فنجر؟ بتاكلك صوبعك بتاكل؟ يعني احنا ممكن نيجي الصبح اللي ايه صوبعك كالتك ما بقيتش موجود يعني ولا ايه؟ يا اساز عادل الكابتن لمؤاخزة دلكها عايز يتشوف شغله علشان لما انا ادهن الخلطة الصحرية بتاعتي على جسمها ام هو يدلكها جسمها يزفلت وتبقى كمان ايوه ما هي دي شغلتي؟ ميدو دلكها المدلك هاتي انت دلك ايه؟ ادلكها ولا 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 لأ بقولك ايه يا ااهلي السعيدة د انا اتبحك Louise ايه إيه ده ايه؟ ايدي ثم اقول اتباح息vre وهو وهو لا يا دولان مش اصدي دياً يعني ايه اهلك السعيدة دا؟ ايوا ههل اهلي سعيدة انت بتعرفش اول مرة تعرف ولا لا إيه؟ لا انا ا Head older انت ليه اهلك بالسعيدة ولا حات لها انت لم اقول ليش لي يا دولان ات دايما بتخبي عليه كده يا دولة يلا انا اهل السعيدة انت باقى اهلك مش معروفين لا صعيدة ولا بحايرة. بص يا ابني انت نبت شيطاني. طلعت الواحدة كده. انا نبت. اه نبت ودع برا. واخد دول برا معها جدع برا. يلا يلا تلكها. يلا عوش بيني. يلا اخي بيتها. يلا برا. ماشي ماشي. نركز على العلاج بقى. يا حبيبتي الف 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 الحمدلله على السلامة. مرسي يا مامتي يا حبيبتي ربنا يخليك إلي. يا حبيبتي. هاحسن ما في الموضوع عن اللحظات العصيبة اللي مرت بيها. عرفتني العدو من الحبيب يا مامي. توسودي يا رانيا. يا بان سوما ما زودكيش يا سناء. اه افتكري الماضي مش بعيد. لما كنت اعتكت لي ضعفرك. اخراسي اخراسي انتي كمان جربانانا بس في بمغاتش. اخراسي انتي. لما بنتك عنا. شادة بيو. وبعدين. 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 احنا بنحتفل بنحتفل. ليه كده. يا بابا احنا مش هنأكل الترطة. هنأكلها حبيبتي. طب بابا هيرون هعمل كنا ليه. احس ايه متهال الترطة دي جربان. لا 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 لا. ايه ده? ايه? ايه عادل فيه ايه مالك? مش هعالف. عايزة ايه هرشل في الفتة دي كده يا رمزي. ايه كده? ايه كده? ايه كده? ايه يا دولة انت عايزنا حط ليه تمثال امتحولب قبل تمثال الملك اخنافون. طب عديتلك امتحولب. التاني اسمه اخنافون. ده ايه كان فرعون عنده لحمية ولا ايه? يا انت بتسألش انت تنفذ انا بقولك عليه وخلاص. حضرة دولة مش انت اللي قلتين اسأل عدولة دلوقتي. اسأل من غير ما تبين لي ان انت بتسأل. اسأل من غير سؤال. انت فاهم? لا. اه غبوتك دي. اه يعني بص يا لا يهبل يهبل. دي اسرة ودي اسرة. انا برتبهم حسب الاسر يعني. اه ترتيب عائلي يعني. اه تكتب ليه وعائمي. اه هتعملي فيها يعني فيلسوف. هو ترتيب اسري. الاسرة مثلا الاثناشر قبل الاسرة الالتلاتاشر قبل الاربعتاشر. نفذ زبون تساجد. اه حضر يا دولة بقولك يا دولة احنا بقى لنا اسبوع دلوقتي عملين نرتب الاسر ديا والتماثيل ديا دولة وما فيه. اه ما فيه زبون انا عارف ما فيش ولا زبون بيدخل بس ان شاء الله هيجي لنا زبون لما يخش زبون يلاقي كل حاجة مترتبة. واي نعم كل يوم زي التاني بس هنعمل ايه? لا يا دولة ومش كل يوم زي التاني بقى ازا كنت يعني تتكلم بالصراح. احنا مبارح كان التلات والنهاردة الخميس اهو يعني فيه تغير. مبارح التلات والنهاردة الخميس والاربع فيه يهبل يهبل يهبل. اه دولة يمكن يكون الاسبوع ده جيه نقص يوم على فكرة. يد هو الاسبوع ده رمضان رمضان هو اللي بس فيه تسع وعشرين فيه تلاتين كده هو لكن الاسبوع هيجي نقص وزائد اهبل. انت عارف يا لا مين اللي اخترع الاسبوع ده؟ مين يا دولة? اقول لك يا لا. اللي اخترع الاسبوع ده يا رمزي الفراعنة. لا يا راجل يا راجل ازاي دول? احكي لك احكي لك احكي لك. دولة اقفل باب البزارة يا دولة. يا ابني مقفور زي مفتوح سيدي. انا بس عايز افيدك بخبرتي يالا يا رمزي حاجة تستفيد منها يعني المعلومات اللي عندي مش عارفها وديها فيه ليا. الله يا مدرس يا الله. اقول يا دولة اقول. بص يا سيدي. اه كان زمان بقى ايام الفراعنة الاسبوع ده كان خمس ايام بس. خمس ايام يا دولة؟ واللي اخترع الاسبوع ده كان الراجل بيقصت للفراعنة بقى. اه بيقصت ايه دولة؟ بيقصتهم بقى ايه اللي هي ا ادوات منزلية ومستلزمات معابد وكده يعني. فهو بقى اللي هو من الاسبوع خمس ايام يا اخوانا. دولة تابوا الاسبوع دون خمس ايام ازاي يعني يا دولة؟ يعني اول يوم في الاسبوع اللي هو الحد اللي هو واحد يعني. اه. تاني يوم اللي هو الاتنين. الاتنين. ايو يا دولة صح. تالت يوم. اللي هو التلات. رابع يوم. اللي هو الاربع. خمس يوم. الخميس. شوف. الله ده سهل او يا دولة. تابوا الجمعة يا دولة. لا الجمعة بقى كان اجازة بيتجمعوا كلهم ب بعض يوم يعود يلعبوا بلاي ستيشن بقى وقتاري وكده الله يا دول انت بو السبت يا دول بقى السبت اه لا مطك دل لاتخلين ما احكي لكش حاجة اومي اومي يالا شوف شغلك يالا اومي يالا شوف شغلك شوف شغلك هنقعد نغزر وافرت زبون الجهة لقدر الله اه شوف دول يا دول اه بقولك يا كابتل كابتل ايه السيد هو حتة في نمار مستعارف الله استاذ انا لما جيت ماليتوس ماليتوس اه طيب هاتلي واحد شاي لصا حاضر استاذ اه بقولك يا كابتل ايه وانت اسمك ايه نصر نصر حكي ما انا ونظررت ربت يا حلبية ثلاثة عثلثاني فسموني نصر سموك نصر اه 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 طيب هاتلي واحد شاي يا نصر حاضر استاذ بقولك ايه اه لازم يكون الشاي ثخن يعني ليسا لسانك قسان يا عم انت مالك ولا لسانك ولا لساني لسانك او ثاني طيب خلاص ماسي ماسي ولا نص ولا نص ولا نص او ثاني مين ده الا نص ده حتة ساذ ده حتة؟ حتة وايه اللي عمل فيه كده ازاي تغير يعني سبحان العاطل وهاب بعد السبسب والأباب السبسب اه ايه اللي حتة بس اه ليه على اساس بحسده بتحسده بسدا طب يلا طيге على الله هاتلى الشاي ماتي حتة odo اه الا حتة ايه يا اسه vaan اهلاiks ايه انت على حتة ايه انت على حتة ايه يا اسه还دل فى ايه اه ما لك ماتة ايه ايه اه حتة اين انت لاتارفزها ايه والاين يعني يعني اه فعلا سبحان العاطل وهاب من بعد السبثب والأبقاب انت ما شاء الله إيه اللي حمل فيك كده يعني؟ لأ أنت كمان هتعجل يا أستاذ عادل؟ لا بعد إذنك أنا مش فاضي وعندي شغل لو سمحت عندك شغل إيه؟ ده أنت أساساً فتح اللابتوب وأكيد بيتلعب جيمز ولا حاجة جيمز؟ لا أستاذ عادل أنا بشوف البورصة بتاعتي وصلت لحد فين دلوقتي؟ البورصة؟ طب أنت ما لكم من البورصة دي؟ لا خلاص ما نبقيت في الموضوع ده من زمان بقى انت عارف الصدفة يعني بتلعب دورها واحد صاحب يكلمنا على موضوع البورصة ده فدفعت خمس تلاف جنيه فجأة بقوا تلاتين ألف جنيه تلاتين ألف جنيه؟ تلاتين ألف جنيه؟ من خمس تلاف جنيه بتقلت إيه؟ يعني إيه ده؟ ما شاء الله يعني ولا إيه؟ انت هت حسدني ولا يا أستاذ عادل؟ لا مش بحسد بس يعني خمس تلاف يطلعوا تلاتين ألف مرة واحدة كده يعني؟ الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بقى وانت عارف طبعا أنه طول عمر مغامر غمرت بالتلاتين ألف جنيه ودخلت بيهم البورصة تاني ووصلوا خمسين ألف جنيه خمسين ألف جنيه؟ يعني الخمس تلاف طلعوا خمسين ألف جنيه؟ وطبعا بقى سبت القاهوة وروحت اشتغلت في البورصة بقى هود إيه؟ مش انت بشتغليني في القاهوة ولا أنا متهالي ولا إيه؟ لا خالص عمرك ما اشتغلت في القاهوة؟ لا خالص أجيت حد شبه يا أها واسمه حتة برضي يعني سبحان الله طيب بقولك ايه بالنسبة لشغلة البورصة دي يعني ينفع أنا أشتغل في البورصة وأسيب حكاية البزار دي لأن زهقت من البزار والبزارجية والكار دا مش بتاعي صراحة أنا كنت داخل فيتاة بيسا يعني تعرف حد يشغلني في البورصة؟ والله فسي عادل أصلي الموضوع دا محتاج ترتيب يا أنت محتاج حد يزبط لك الليلة من أولها لأخيرة بايقولك تعمل إيه وتتصرف إزاي؟ أو تقعد مع حد مثلا يكون خبير بورصة خبير بورصة يا دي شغلانة اللي هي بتاعت خبير البورصة دي؟ لا دا في خبير بورصة وفي خبيرة بورصة كمان خبيرة بورصة؟ أي يعني هي نفسها اللي تقولي بقى تشتري إيه وما تشتريش إيه وتبيع إمتى وتشتري إمتى يعني؟ بيبقى لها كوميشن على فكرة تاخد منك نسبة كوميشن اللي هو نسبة إيه؟ لا يبقى أنت مش أكيد حتة القهواجة حتة السحالة يقول كوميشن يعني طب والخبيرة دي يعني مين اسمها إيه؟ اسمها سهام الأسهمي سهام الأسهمي؟ يا عشان تبقى بتشتغل في الأسهم تبقى اسمها الأسهمي دي تبقى خبيرة جمدة جدا يعني حضرتك يا أستاذ يعني ممكن تديني نمرتها يعني؟ شوز عاد الحالك بتتكلم بجد ولا زي عادتك بتتريق؟ لا ما بتتريقش أفضل وأنت تعرفني منين ما انت مش حتة القهواجة بأنت ما تعرفنيش شوز الكلام كده مش عجدني سهام وأسهمي وبتاع حالك عاوز تليفونها ولا عاوز تلمت كتير؟ لا لا عايزتي الفل هتدهوني؟ أنا يا حاضر صباح الخير؟ صباح الفل والياسمين والورد والكوكتيل من فضلك عاوزة الأستاذ عادل سعيد؟ عادل سعيد؟ مين عادل سعيد دوا؟ في حد قالك إنه هو شحان هنا؟ من عادل سعيد إيه؟ يهبل يهبل مش عارف إن أنا عادل سعيد يلا؟ لا يا دول ما هية ما قالت ليش دولة دولة؟ وبعدين انت غارت اسمك أهلاً وسهلاً أهلاً أهلاً يا فندم أنا الانيسة سهام الأسهمي خبيرة في تدول الأوراق المالية والبورصة أهلاً وسهلاً أهلاً ده أنا في انتظارك تفضلي أهلاً وسهلاً اللهي خبيرة كبيرة يعني يا دولة روحات حاجة سع عجل اتكا الله حاضره دولة دولة أجيب الحاجة السقعة ديين سقعة ولا سخنة روح للرجل قوله حاجة سععة هو هيفة فريرة! فريرة! يا خبيرة! سيبه! سيبه! إطلع بر! إطلع بر! بر! لو هاد ده مجنن يا حضراتك يعني متخلف متخلف يعني عارفة مرة عمل معه مفيش وقت يا أستاذ عادل ندخل في الموضوع على طريق ماشي ندخل في الموضوع حضراتك يعني أنا كنت عايز يعني أحط فلوسي في البورصة وأكسب خمسين ألف جنيزة لوات حتة مين؟ يعني عشان أكسب فلوس البورصة يعني أعمل إيه؟ بسيطة قوي الفكرة كلها في شراء مجموعة أسهم مالية بتمن معين ولما بتغلى بتبيع؟ أه؟ هبيع واكسب زلوة حتة؟ مين حتة؟ لا حضراتك تفضلي كملي كملي أه وبتشتري الأسهم دي من شركة ناجحة جداً وبعدين بتجيب لك عاقل مادي كويس قوي ماشي حلوة حضراتك خلص وبما أن أنت اسمك سهام الأسهمي فأنت هتنقلنا كم سهم كده حلوين على زوقك يعني أهم حاجة يكسبونا وتفضلي حضراتك قدي الفلوس هاي أه؟ كم دول؟ حضراتك دول خمس تلاف جنيه بس دول مش كفاية أستاذ عادك علشان تكسب في البورسة لازم تغامر بفلوس كتير ياريت تزور لنا المبلغ ده شوية ماشي حضراتك أه؟ أحاول أزودهم أخد دول بقى زودهم وأجيبهم تالي لا 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 خليهم هشغلهم لك في كام سهم كده من بتوع شركة المنسوجات الحرارية المنسوجات الحرارية؟ بس مش ملاحظة يعني أن الدنيا هتبقى حر شوية على الفلوس وخصوصا ديمتينات يعني طب خلاص أشغل هوم لك في شركة الكابلات الهوائية؟ الكابلات الهوائية؟ لا فلوس وفي الهواء وبتاع لها لا ونمش فيها أي حاجة أرضي أنا عرفت طلبك هشغل هوم لك في شركة الاتصالات السرية أيوة السرية أنا أهم حاجة عندي الكتمان يا رانيا يا حبيبتي البورصة فرصة وطلعة مش نازلة دي فرصتك يا رانيا أقعد ضعية من إيدي لا يا عادل أنا سابق وقلت لك أن أنا مبحبش موضوع البورصة ده يا عادل لأن أنا قريت في بورصة النفوس البشري النفوس إيه؟ وإحنا هنتجر في العبيد بورصة النفوس إيه اللي أنت قريتيها؟ يا عادل ده كتاب اسمه البورصة والنفوس بيقول في النفوس البشريات بتتغير تغير كامل وبتصبح نفوس نفسوية من نفسنا إيه الكلام الفرغ اللي أنت بتقريده؟ أكيد الرجل اللي أقل في الكتاب ده رجل من نفس أساساً مش عايز أي حد يكسب غيره يا سناء يا سناء يا حبيبتي الفلوس بتاعت الدروس الخصوصية اللي أنت بتديها دي هتوديها فين؟ عادل بقول لك إيه؟ اطلع من دماغي ما لكش دعوة بفلوس الدروس الخصوصية بتاعتي آه كفاية قوي أن الفلوس دي أساساً منظورة أنت أصلك مش عارفة أنا أخد لك أسهم فأنا وشركة بالزبط بقولكي أنا مش عايزي أشترك في البورصة دي يا أخي إعرفي بس الأسهم اللي أنا أخدها فينه أنتِ والله هترتاح لو عرفها فين.. فين؟ شركة الانتصالات السرية شركة.. لا ثقق..? الأسهم في الشركة الانتصالات السرية قال أنا مش عايزي أشتري في البورصة دي يا أخي مش عايزة وبعدين الأسهم في إيدك تستي يعني لو بتكسب تفشل بعون اللاية أنا أشتري قال يا ماما دي مضمونة ومكسابها مضمون ده مكسبها عالي جداً بس ما تقلقيش يا عادل ما حدو! يا عادل، أنا مبحبش الأسرار في حياتي! أنا حياتي قبن! قبن! مفتوحة! تايين 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 تايين! تايين تايين تايين! شركة إنتصارات السرية ماناش تقولي إسمها بسط حالي! وبهدين دي شركة مش معروفة محدش سمع عنها قبل كده! موادع طبيعي! مش سرية! لازم محدش يسمع عنها! يا عادل يا ابن أنا مش فاهم حاجة من الحكايات بتاعتك دي عن البورصة! كل اللي انا اعرفه البوستة وبس يا ماما هي البورصة شبه البوستة بالظبط يعني بتدخلي فيها فلوس تولدلك فلوس كتير طب نفترض الفلوس اللي بتولد دي ماتت لا 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 ما تقلقيش الفلوس بتاعتك اودهالك لدكتور كويس ان شاء الله يعني وهتولد فلوس كتير يعني يا ماما دي حاجة ارا واسخ منها يعني ان شاء الله المهم تجيبي فلوسك بس مان انا يا حبيبي ماما عيش والله يا سلام وكله معهوش يا ماما طب وانا بقى هعمل ايه في الشركة بتاعت الانتصالات السرية دي دي محتش عراضي يعبرها حتى ولو برنة حماتي انا عارف طبعا ان انت اكتر واحدة في البيت ده هتفهميني في موضوع البورصة نو يا عادل نو انا مش هخش في البورصة دي خالص جامي 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 طيب جامي ليه؟ عشان انا ما بحبش هخش في تجربات انا احب اخش في وقائع ايه بس ايه على فكرة البورصة ده واقع وبقى واقع ملموس والعلمك ممكن تكسامي منه كويس ااوي نو يا عادل اي كنوت انت عارف بابا خسر كل الفلوس بتاعته في البورصة لما دخل في شركة اسهم بتاع التقاوي قطن وخسر كل الفلوسات بتاعته طب هو دخل تقاوي قطن ولا خد تقاوي اسهم لان تقاوي الاسهم على ما بتطرح بقى وبتاع بتبقى شغلانة ياسمين twe realistic ياسمين ياسمين طبعا انا عارف ان انتي محويشها فلوس كتير من العديات اللي انت كنت بتاخدية cree في ايه بابا خش في الموضوع حاضر يا ستة أخش في الموضوع الحصالة بقى اللي انت بحويشها فيها الفلوس الكتيرة جداً اللي عندك دي أنا عايزها عشان أخد منها الفلوس عشان أستثمر هوملك بقى في شركة المصاصات السرية إرائية اتفضل معقولة خمس تلاف جنيه يكسبوني تلاتين ألف جنيه مرة واحدة المهمة تعرف تشتري إمتى وتبيع إمتى هي تضيبق لعبة البورصة وشغلتي أنا وأنا شغلتي أقبض منك الفلوس وأخدها بقى لا اوعى لازم تشتري أسهم تانية ومدام دخلت البورصة هيبقى لازم تكمل طيب ماشي خلاص اشتريلي بيها بقى أسهم من بتاعت اللي هي الشركة بتاعت الاتصالات السرية دي للأسف اتعرفت وبقت علنية طب وعمل إيه أشتري أسهم إيه طيب أنا شايفة فيك كده إنك شاب طموح وأنا بصراحة برشحك بقوة إنك تكون وكيل شركة الأوراق المالية بتاعتي وكيل شركة الأوراق المالية أشتغل إيه يعني؟ تجيب لي ناس بيسقوا فيك يشتروا أوراق مالية من عندي أي بس أجيب لك الناس إزاي؟ يعني أولا أنا قلت الجماعة إصحاب البزارات صحابي يعني كلهم رفضوا حتى أهلي بيتي نفضوا دي ده كان زمان لكن إنت دلوقتي كتبت والوضع اختلف يا دولة يا دولة؟ بيبي بيبي خد الفلوس دي اشتري بيها أسهم يا سلام وفين كتاب بورسة النفوس ومال؟ لا 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 خلاص قطعتوا يا عادل أنا عرفت إنه هو بيخسر أصلاً يعني مش دول كم دول؟ ألفين ونص حاضر ألفين ونص رانيا عادل عادل خد الخمس تلاف جنيه دول شغلهم لي في البسطة بتاحتك برضو يا ماما لسا مصرة إن هي البسطة اسمها البورسة يا ماما البورسة البورسة البسطة كله بيجيب فلوس بس البسطة بتاحتك انت بيجيب فلوس أكتر ماشي ما كنتيش مصدقة من الأول حاضر يا ماما عناية ليك خمس تلاف جنيه ماما عادل يا عادل من فضلك خد الثلاث تلاف جنيه دول ومن فضلك من فضلك اشتريلي من السهمات اللي هي بتكسب دي سهمات اللي بتكسب حاضر يا حماتي ثلاث تلاف جنيه حماتي وأنا كمان يا أبي وأنت عايزة يا نجلاء أصلي ما كنتش عرف إن البورسة بتكسب قوي كده وديك عرفت إنها بتكسب عايزة بكام خمسمية جنيه أهم خمسمية جنيه نجلاء حاضر يا نجلاء ايه يا بنت انت عايزة ايه خد الفلوس اللي في الحصالة واشتريلي بيها أسهن أسهن؟ أسهن عايزة أسهن ايه؟ أسهن من شركة المصاصات السرية المصاصات السرية يسلم عدو سبعتاشر قرش ياسمين دولة دولة الألسس هام جات دولة هيد؟ يا سلام مواعيد بورصة صحيح حسناً، إن شاء الله إزايك يا عبد؟ آه، نوسا بتقول سلحم شركة الكاراتين والفل الصناعي وصل خمس تلاف جنيه؟ بيع طبعاً يا سلام، الكاراتين والفل خمس تلاف؟ أمر الحديدي، يبقى كم بقى؟ وشركة البلالين موصل عشر تلاف؟ ده الأسبوع نفات كان بخمسة وثلاثين بس؟ البلالين بقى، البلالين، خلي بيا، خلي بيا بيتهايل يا عادل، بيع طبعاً، سلام أهلاً، نوسا، نتفضلي، قوم يا زفت، قوم سهلاً، سهلاً، والله يا حضرتك منورة أنا وحضرتك دي الفلوس اللي أنا جبتها بقى من كل الأسرة عندي يعني أمي وأختي وكله كله جبت منهم فلوس يعني أنت بقيت هايل في البورسة يا عادل، أما لفين فلوس التجار أصحابك؟ التجار أصحابي على وصول، أنت عارفة طبعاً يعني التجار بيحب ويشوفوا كل حاجة بيعنيهم أوكي، وعمولتك طبعاً محفوظة ربنا خليك أهم حاجة بقى إحنا المرادة هنحط الفلوس في أسهم أنا وشركة شركة تلج أسوان، تلج أسوان يا نهرة بيض دول هيا أسوان دي فينا دولة؟ أسوان دي بعيد جداً يا لأ يعني عارف وإنت افتجاه بأنها بقى كده بس مش شايفة أنه بعيد يعني أسوان دي؟ إيه يا عادل ما تبصش تحت رجليك، أنت لازم تبص لبعيد أيها بس دي أسوان مش بعيد عادي، دي بعيد جداً أمال، يعني أنت عايز تكسب وإنت قاعد كده لازم تتحرك شوية سلام عليكم وعليكم سلام ورحمة الله بركاته سلام الله بركاته المعلمين وصلهم إزاي ما فهمتك بالزبط؟ نطيل إيش تلجي، إيه أهلاً وسهلاً تفضل يا معلمين، تفضلوا أهلاً وسهلاً قريسته ونورته وشرفته معاكم القريسة سهامل أسهمي خبيرة في البورصة وصحبة شركات المكاسب السريعة الخيالية الفضيعة في البورصة أهلاً وسهلاً، اسمع لمسمى فعلاً، خيالي، خيالي ما تتخضيش منه يعني، هو مندفع كده، بس هو أساساً أقرع ونوزح يعني وإحنا فلوس نجاز؟ معاكم يا معلم عادل، بس بس إيه لا، أنا كلامي ثقة إحنا واسقين فيك طبعاً، خصوصاً بعد لما كسبت في شركة الاتصالات المخفية هي السرية، بس المخفية تعدي برضو يعني وإحنا هنحط فلوسنا في أسهم أنا شركة يا معلم عادل إن شاء الله هتحطوا فلوسكو في أسهم شركة تلك أسوان تلك وفي أسوان كمان أيوة تلك في أسوان اتصرف العمولة هتضيع منك اتصرف الحمولة هتضيع منك عملت في مرة أخرى كده يا جماعة بالنسبة للتلك بالنسبة للتلك أسوان يعني يا أخوانا التلك ده أهم حاجة في الصيف وبعدين الصيف السنة دي هاجم هاجمة شنيعة فظيعة قوية جداً مين فيكو ما بيشربش في الصيف عصير أصد؟ محادش مين فيكو ما بيعودش على القهوة ويطلب كباية شاي ومعاها كباية مية مشبارة؟ محادش شفتوا عشان كده أهم استثمار يا أخوانا نستثمره في الأسهم بتاعة التلج بتاع أسوان وأنا ما فيه يا معلم أنا عن نفسي هحط كل فلوسي في الأسهم وأنا كمان وأنا أديني فرصة يومين ثلاثة إذ ربما ما بيع مضاحت اللي في البزار وأزود بفلوسها سهومي في البورصة ولا غلط؟ لا صح وأنت عمرك تقول حاجة غلط خلص يا معلم تيتي يعني كلكم هتاخدوا أسهم إن شاء الله ايه ايه بتاعجين؟ ماشي وراء عمال بتخبط فيه ايه؟ ايه ايه قولي النهاردة ايه؟ ايه النهاردة تاني يوم يبقى الاثنين والثالث يوم يبقى الاربع وخمس أنا بقولك على حسب الأسبوع الفرعوني النهار أنا عارف النهاردة ايه خلص خلص بس المشكلة الغاية دلوقتي سهام الأسهمي ما اتصلتش ولا جات أنا صحية دولة فيه سؤال ما حيرني كده وأنا أقوله لك اسأل وخلص هي الأنسة سهام ديان متجوزة ولا متطلقة؟ هو ده السؤال اللي انت موترني أنا بقولك أنا مش طايق نفسي أنا متوتر جداً عشان موضوع البورسة اللي أنا فيه ده ماشي دولة دولة هي البورسة ديان مرات البورس يعني؟ اين ده؟ اساساً شبه البورس اللي ديله مقتوعة ابعد عني السعادي ابعد عني السعادي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركزة كما علمتيج تفضلوا معلمين اتفضلوا اهلا وسهل المنوارين اهلا وسهل اه هو ده بقى معدنا بش هاني بقى كسبنا كام اه اه كسبنا اكيد يعني بس كام لسه هنشوف يعني ان شاء الله بس بورسة معروفة بتكسب يعني قالوه السلام عليكم مين الانسة سام الانسة سام والله العظيم الف مبروك يا الحمد لله يا رب العالمين مع الف سلامة والش ساعد مع السلامة ده ده ايه اه قالتلك ايه يا لا يا دول انا عايزي الحلوة الاول علشاني الخبر الحلو ده اخلص قدتلك ايه وانا اجيبك شكرا